السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أحمد سيف النصر أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة روايا قبست إن شاء الله في هذا الفيديو سأناقش معكم كتاب من أيام العمر الماضي للمؤلف الدكتور عبدالله النفيسي لعل هذا الكتاب هو أفضل مذكرات قرأتها في الفترة الأخيرة وبعد قراءة الكتاب وجدت أن يستحق أننا نلقي الضوء على أهم ما جاء بين طياته الكتاب صدر في العام 2013 عن دار النشر أفاق الكويتية وتبلغ عدد صفحات الكتاب 184 صفحة من القطع المتوسط مقسمة على 11 فصل والمؤلف هو من موليد الكويت ولد فيها عام 1945 وتلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي في مدرسة فيكتوريا بمصر والتي تعتبر من أعرق وأكبر المدارس الإنجليزية في مصر وبعد دكتوريا درس المؤلف في العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية ببيروت ثم نال أيضا شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من كوليت شيرشل بجامعة كامبرج ببريطانيا وقام بالتدريس في عدة جامعات مثل جامعة الكويت وجامعة إكستر البريطانية وخلال مسيرته العلمية أصبح أستاذ زائر في عدة جامعات عالمية مثل جامعة هارفورد وستانفورد في أمريكا إضافة إلى جامعتي بكين وموسكو وللمؤلف ما لا يقل عن 20 كتابا مؤلف الكتاب الدكتور عبدالله النفيسي باعتبر أنه من أفضل المحللين السياسيين العرب وألطف شئف الدكتور النفيسي هو أسلوبه السلس جدا في الرواية لذلك هذا الكتاب الشيق الماتع خفيف جدا وهو أشبه بالسرد القصصي الروائي لبعض المحطات اللي مر بها المؤلف وبالأخص رحلاته التي قام بها من بلد إلى بلد آخر من أجل التعلم مرورا بالأحداث السياسية الهمة اللي مرت على الدول العربية بيسفد المؤلف هذه الأحداث دون تزويق أو تمجيد وأيضا بطريقة تجعل القارئ لا يمل بالرغم من كثرة الأحداث والتفاصيل التي ذكرها المؤلف والعل أجمل وأهم ما في هذا الكتاب هو التأملات المثمرة حول الحياة والفكر واللي ممكن نستفاد ونأخذ منها بعض الدروس الجميلة والمهمة شخصية المؤلف الدكتور عبدالله النفيسي هي كما يقول عن نفسه أني إنسان مكشوف وبسيط ولا أعرف الخداعة ولا التآمر وحقيقة يتضح هذا من خلال مواقف المؤلف الجريئة ومحاضرته التي قام بها في الكتاب هتقرأه كأنك بتقرأ رواية ويبدأ المؤلف الكتاب بالحديث عن قصة ورحلة درسته في مدرسة فيكتوريا بمصر وكيف كانت طريقة التعليم المتبعة في فيكتوريا واللي هي تشبه إلى حد كبير طريقة التدريس الموجودة اليوم في كثير من المدارس الأجنبية في بلداننا واللي هي بتركز في المقام الأول على التطبيع مع الثقافة والقيم الغربية أكثر من تركزها على المحتوى أو التحصيل العلمي ولذلك يقول المؤلف يبدو أن الإنجليز الذين كانوا وقتها القوة المهيمنة على المنطقة يستهدفون من وراء هذه المدارس مثل فيكتوريا تخريج نخبة اجتماعية وفكرية منفصلة نفسيا وثقافيا عن محيطها العربي والإسلامي لكي تستعين بها على إدارة المنطقة وفق ما تقتضيه المصالح البريطانية آنذاك وكان في المدرسة نظام صارم بعدم التحدث باللغة العربية وعدم تشجيع أي علاقات روحية بين الطلبة والعمال ولقد كان هناك باص يأخذ من يرغب يوم الأحد إلى كنيسة في المعادي لازالت الكنيسة قائمة قبالة منزل السفير الإسرائيلي في المعادي لكن لم يكن هناك مسجد في المدرسة وكانت إدارة المدرسة تهمل ذلك عمدا ولهذا الأمر بدأت الضغوطات من الحكومة السعودية على إدارة المدرسة للعناية بهذا الأمر طبعا الدراسة في مدرسة فيكتوريا جعلت المؤلف ينشأ نشأة جاهلة في الدين واللغة العربية فسنوات التأسيس الأولى قضاها في جو بعيد عن الدين وعن ثقافته الأصلية وهو ما جعله يتجاوز العاشرة ولا يعرف الوضوء ولا يحفظ شيء من القرآن ولا يعرف أساسيات اللغة العربية لذلك نستفيد من هذه التجربة أننا نهتم بتنشئة الأطفال مش فكرة أن دي مدرسة أجنبية ذات توجه غربي محض واخد تصنيف عالي فنروح نرمي الأولاد فيها أكيد المحصلة النهائية ستكون كارثية والطفل في الغالب هيخرج مشبع تماما بالثقافة الغربية وجاهلا بثقافته محقرا لها ولا يعرف أساسيات دينه ولا لغته وغير أصلا مرتبط بأمته من ضمن المواقف الطريفة اللي حكاها المؤلف في الكتاب هي أن كان فيه زميل بلطاجي معهم في المدرسة كان بيئذي الطلاب دايما وبالأخص الطلبة اللي جايين من الخليج فاتفق الدكتور النفيسي مع اثنين من أصدقاؤه أنهم يعملوا زي فخ لهذا الطالب البلطاجي بس يكون فخ قدام المدرسة كلها عشان تسقط هيبة هذا البلطاجي لأن البلطاجي لا يستند على شرعية ولا على معطيات موضوعية إنما يستند على الهيبة وسرعان ما تذوب هذه الهيبة تحت مطرقة الإرادة العامة أو القوة المفرطة فأوقع المؤلف مع اثنين من أصدقاؤه هذا البلطاجي في الفخ المنصوب وضربوه بشدة أمام المدرسة فاستدعى الناظر الدكتور النفيسي وقال له أنت مطروض من المجلسة لأنك طالب بلطاجي وعنيف فقال له الدكتور النفيسي ولماذا لا تعتبر سلوك الطالب البلطاجي عنيفا رغم كثرة شكاو الطلبة التي تصل إلى مكتبك عنه ولذلك يقول المؤلف خرجت من مكتب الناظر حزينا واعتبر نفسه انتصر على ظالم متكبر أيضا من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي أشار لها المؤلف هو التوجيه السياسي للطلبة وربطهم طوال المصاري التعليمي بالحالة السياسية التابعة للنظام وبالتالي بتصبح وزارة التعليم تابعة للحكومة وبتخضع لتموجات السياسة وده بيخليها تفقد استقلالها ولا أدل على فقد هذه المؤسسة التعليمية لاستقلالها من هيمنة السلطة على التعيينات في المناصب القيادية في الجامعات إلى التدخل في مقرارات التدريس لذلك أصبحت إرادة المسئول السياسي أو العسكري فوق الجميع حتى فوق دكتور الجامعة ولذلك يرى المؤلف أن أولى الخطوات الحقيقية لإصلاح التعليم هي أن تستقل المنظومة التعليمية استقلالا تاما عن أي جهة سياسية أو عسكرية وفي لفتة جميلة جدا في الكتاب كان المؤلف بيعمل زي مقارنة بين البلطاجي اللي موجود في كل مكان وبين البلطاجي اللي موجود في السلطة السياسية وأنقل لكم نص جميل جدا حيث يقول أدركت وأيقنت أن مقرار التربية العسكرية كان الهدف منه سياسيا مئة بالمئة وشعرت بالقرف من عبد الناصر والحاشية المحيطة به والقرف من نفسي ومن الطلبة لأننا احتشدنا في ميدان عبدين نهتف له وبدأت تنمو في داخلي منذ ذلك اليوم كراهية راسخة للزعيم الفرد ولم أستطع مقاومة شعور يدفعني إلى الاعتقاد بوجوه أو جوه شبه بين بلطاجي المدرسة وعبد الناصر الأول على مستوى فيكتوريا والثاني على مستوى الجمهورية بعد أن أنهى الدكتور النفيسي دراسته الثانوية في مصر ارتحل إلى منشستر بلندن ليدرس الطب كما كان يأمل لكن لم يكمل دراسته في الطب وقال بعد ذلك أن تركه للدراسة في الطب من أكثر القرارات التي ندم عليها طوال حياته وهو في لندن حدث له تحول مفاجئ بسبب سؤال لماذا أنا مسلم وهذا السؤال استقاه من برتراند راسل في كتابه لماذا أنا لست مسيحيا هذا السؤال أدى بالمؤلف إلى ترك الدراسة بالطب وتذكرني حالة المؤلف بحالة الإمام الغزالي في المنقذ من الضلال وأنقل لكم نص جميل جدا من كلامه حيث يقول بمحد الصدفة وأنا في طريقي دخلت مكتبة رثة لبيع الكتب المستعملة جاء لنظري في العناوين وإذا بكراسة صغيرة لبرتراند راسل بعنوان لماذا أنا لست مسيحيا اشتريت الكراسة وانكببت عليها في حديقة عامة قريبة من المكتبة كان راسل في هذه الكراسة يشرح سبب إلحاده قرأتها مرة أخرى في الغرفة أصابني الدوار وأثارت هذه الكراسة لدي أسئلة كبيرة للغاية وخطرة وقلت لنفسي إذا كان هذا العجوز ينشر كراسة كهذه يشرح فيها عقيدته في الإلحاد فهل أعرف أنا لماذا أنا مسلم وقررت أن أعتني بهذا السؤال نستفيد من هذه التجربة التي مر بها المؤلف هي أن نهتم بأن نبني أنفسنا بناء منهجيا وأن نهتم في بداية الطريق بإحكام وبناء القواعد والأصول المعرفية الأساسية التي تحمينا من التشتت والإضطراب المعرفي كي نوفر على أنفسنا وقت وجهد كبير ونتجاوز المعوقات والمشتتات ولا نقع في مثل ما وقع فيه المؤلف وبعد أن ألغى الدكتور النفيسي مشروع دراسته للطب في لندن حاول أن يدرس في كليات الشريعة في إحدى الدول العربية وأدم فعلا في كلية الأزهر وكلية دمشق لكن تم رفضه بسبب تعقيدات القبول الجامعية واللغة العربية غير جيدة وفي الحقيقة أنا بعتبر أن نظام هذه الجامعات غريب جدا يعني واحد أصلا عايز يدخل الجامعة عشان يتعلم تقوم الجامعة فرض عليه أن يكون متعلم وتفرض عليه تعقيدات غريبة جدا للأسف ما زالت هذه التعقيدات موجودة حتى اليوم وعندما لم يستطع المؤلف الالتحاق بإحدى الكليات الشرعية التحق بالجامعة الأمريكية ببيروت ودرس في قسم العلوم السياسية وهو في بيروت حكى في الكتاب قصة غريبة جدا قصة له مع بائع الجرفتات في بيروت رجل كان يبيع الجرفتات على الرصيف وطلع هذا البائع هو اللواء عبد المنعم عبد الرؤوف قائد السرب في سلاح الجو المصري وكان لهذا الرجل دور رئيسي في حركة الضباط الأحرار وهو أصلا اللي قاد الفرقة اللي حصرت قصر رأس 60 في الأسكندرية ونجحت في إرغام الملك فاروق على التنازل عن العرش في 1952 فيحكي المؤلف أنه شاهد اللواء عبد المنعم يبيع الجرفتات في بيروت وحصل نوع من الصداقة بين الرجلين واللواء عبد المنعم عبد الرؤوف كتب مذكراته في أواخر حياته تحت عنوان أرغامت فاروق على التنازل عن العرش وقد نشرتها دار الزهراء للإعلام العربي أيضا في الكتاب تكلم المؤلف عن أجواء الجامعة الأمريكية في بيروت واللي كانت في وقت المؤلف بتضم كبار الشخصيات الفكرية في الوطن العربي احتكت دكتور نفيسي مع كبار الشخصيات في الجامعة الأمريكية من بينهم مؤرخ الحزب الشيوعي للعراق حن بطاتو واتطلع المؤلف أيضا على طبيعة الحياة الثقافية والاجتماعية في بيروت والاتجاهات السياسية والأحزاب اللي سهمت في الأنشطة الجامعية لدعم القضايا العربية والعالمية والدكتور نفيسي كان متفاعل مع القضية الفلسطينية وذكر في الكتاب أنه قال لأستاذه في الجامعة فايز الصائغ أريد أن أمارس عملا نافعا لفلسطين فكلف الأستاذ بجمع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإسرائيل منذ 1948 حتى 1965 هذه التجربة أفادت المؤلف كثيرا ولذلك خلص منها بالقول لقد أدركت سخف مقولة الشرعية الدولية والقانون الدولي والمنظمة الدولية وتفاهت القرارات الصادرة عنها في وجه الحلف الصهي أمريكي واقتنعت أن سياسات القوة هي السائدة في هذا العالم وأن الليها الثوراء سراب ميثاق الأمم المتحدة أو غيره من المواثيق ما هو إلا إطالة في عمر الظلم الفادح الذي تتحمله الشعوب المستضعفة ومنها الشعب الفلسطيني بعد أن أنهى المؤلف دراسته في الجامعة الأمريكية بدأ دراست العليا في جامعة كامبرج وانتقل إلى رحلة في العراق والنجف وكربلاء لإجراء بحث ميداني عن الشيعة وكان هذا البحث هو رسالة الدكتوراه بتاعته وبعد أن أتم رسالة الدكتوراه رفض حضور حفل التخرج من جامعة كامبرج لأن ملكة بريطانيا هي التي سطر على الحفل لذلك قرر أن يستلم شهدته من الكلية وليس من حفل التخرج أيضا من ضمن الحاجات المهمة اللي ذكرها المؤلف هي مدى تدخل الدول الغربية في الشؤون الداخلية للدول العربية وبالأخص بريطانيا ووريثتها أمريكا ولذلك يقول في مكتبة السجل العام ببريطانيا قرأت المراسلات التي كانت تتم بين الأمراء والملوك في المنطقة العربية وسلطات الاحتلال البريطاني ويلمس المتأمل في عبارات هذه المراسلات مثل خادمكم المطيع في رسالة موجهة إلى ضابط بريطاني من أمير عربي أو ملك عربي يلاحظ أن العلاقة كانت علاقة سيد ومسود وليس علاقة تعاون أو تحالف وفي النتيجة يصل الباحث إلى قناعة أن بريطانيا هي التي حددت هياكل الحكم في هذه المنطقة وهي التي أملت على العرب من يقودهم ويحكمهم لما ذهب المؤلف إلى الكويت عين رئيسا لقسم العلوم السياسية في جامعة الكويت وفي هذا الوقت كتب كتابه الكويت والرأي الآخر ولم يتردد في هذا الكتاب في انتقاد الأسرة الحاكمة وبيان الحكم الشرعي في صرف المال للأمراء وأبنائهم وعوقب على نشر كتابه الكويت والرأي الآخر ومنع الكتاب من النشر في الكويت كما أيضا منع المؤلف من الصفر مع أنه أصلا كان رئيسا لقسم العلوم السياسية في جامعة الكويت والدكتور النفيسي ضد فكرة أن يجمع الحاكم بين السياسة والتجارة وكان يستشهد على ذلك بموقف أبو عبيدة بن الجراح لما شاف الخليفة أبو بكر الصديق يذهب إلى السوق لبيع القماش فقال له أبو عبيدة إلى أين أنت ذاهب فقال له أبو بكر ذاهب إلى السوق أليس لي أولاد أطعمها فرده أبو عبيدة وفرض لأبو بكر ما يكفيه وعياله من بيت مال المسلمين لأن أبو عبيدة رأى أنه لا يصح الجمع بين الإمارة والتجارة أيضا عجبني جدا في الكتاب النقد الموجز والمنهجي للجماعات الإسلامية وأداها السياسي المؤلف دخل انتخابات مجلس الأمة الكويتي وهو القرار الثاني الذي ندم عليه بعد ندمه على ترك الدراسة في كولية الطب لكنه في تجربة الانتخابات احتك عن قرب بالجماعات الإسلامية ووضع في الكتاب سبع ملاحظات عن تجربته السياسية مع الحركات الإسلامية وبحسب المؤلف فإن من أهم مشاكل هذه الجماعات هي أنها سقطت في داء العتب الحزبية ويذكر بأن الحركات الإسلامية سقطت أيضا في حفرة القطرية بينما تجد الاشتراكيين في العالم يكتمعون سنويا في النمسا لتنسيق عملهم ويقول المؤلف أيضا مما أعجبني جدا في الكتاب كلام المؤلف عن فكرة القبول بالوضع الراهن فيقول لم يكن أمامنا إلا القبول بالوضع الراهن واكتشفت فيما بعد أن القبول بالوضع الراهن ممكن أن يستمر معك طوال حياتك إلى أن تسجي في قبرك أميل إلى الشخصية الحارة والحركية ولا أحمل كثير احترام للشخصية الباردة غير المتفاعلة تحت مسمى التريث والحذر والتأني فأمواج الأحداث تتلاطم من حولنا ولا بد من الحركية والوثبة والتفاعل تقليمي للكتاب سبعة من عشرة خسر الكتاب التلات نقط بسبب كثرة استخدام المؤلف للمفردات الإنجليزية واللي كانت في أحيان كتيرة غير مبررة أيضا إخراج الكتاب صراحة أكتر من سيء هناك الكثير من الأخطاء الإملائية ورداء في التنسيق ولا تكت تخلو صفحة من صفحات الكتاب بدون هذه الأخطاء وأعتقد أن هذه مشكلة ضرم نشر يبدو أنها لا تكلف نفسها بتدقيق النص بل تطبعه بأخطائه كما أرسله المؤلف ورغم سلاسة اللغة وسهولتها في هذا الكتاب إلا أن نصوص الكتاب خالية تماما من أي عبارات بلاغية كي تزيد القراءة متعة وممكن يكون هذا راجع إلى تأثر المؤلف بأسلوب الكتابة العلمية الجادة المعهودة في الأوساط الأكاديمية أيضا هناك بعض التواريخ الخاطئة التي ذكرها المؤلف مثل تاريخ إنشاء جامعة القاهرة وكنت أحب صراحة أن يتكلم المؤلف أكثر ولا يكتفي بهذا القدر في النهاية الكتاب سالس والأسلوب شيق جدا وأعتبر أن أهمية الكتاب ترجع إلى كونه يتحدث عن جيل عاش العديد من التغييرات والأحداث أشد ما أعجبني في الكتاب خروج المؤلف من سرد الأمور الشخصية البحتة إلى الأفكار وجميل بين الحين والآخر إننا نقرأ في المذكرات والسير الذاتية ونتأمل فيها شكرا جدا على المشاهدة أراكم قريبا إن شاء الله والسلام عليكم شكرا جدا على المشاهدة